لنستمع للوجهة النظر الفرنسية ليث بزاري معي هناك أعتقد من النورماندي ليث نسحب الصيادون الفرنسيون من تلك النقطة وما الذي حققوه من هذا النوع من التداهر نعم ريمة شكرا على دفاعك عن الصيادين الفرنسيين هنا الفقراء لا 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 ما مدفع عن الصيادين الفرنسيين لا ما مدفع عن هذا هذه ليست المرة الأولى على كل حريمة التي تقيم المملكة المتحدة حروب صيد فقد سبق وأن أقيمت حرب مماثلة في سبعينيات القرن الماضي حول صيد سمك القد بين أيسلندا والمملكة المتحدة أذكر تماما ذلك عندما التقيت وزير الصناعة والصيد البحري لأيستندي عندما كنت أعد وثائقيا في العاصمة مريكا فيك على كل حال حرب الصيد البحري القديمة الحديثة بين جزر بحر المانش هنا في هذه المنطقة في جرون فيل وإلى 22 كيلومتر غربا إلى جزيرة جيرزي تعود وتتفاعل من جديد وهذه المرة مع أزمة البريكسيت يعني إذ انطلقت هذه البحارة وعادوا أصلا هي الرحلة مثل ما حكيت قبل شوي كانت هي الرحلة البحرية الذاهبة بهذه القوارب من منطقة نورماندي ومنطقة بغتاني هم بحارون أو صيادوا أسماك ذهبوا سلميا إلى هذه المنطقة حتى أن هناك أحد القوارب كان متجها يدخل إلى مدينة جيرزي من جزيرة أخرى وسمحوا له بالدخول فهي كانت سلمية لا أكثر من ذلك على كل حال الصيادون هنا بدأوا في الوصول إلى هذا الميناء الميناء هنا في مدينة جرانفيل وبعض المناطق مستفا